قليني أسألك بقى سؤالين هل ممكن الصفرة اللي هي إيه التهاب كبد وبي إيه ممكن تصيب البي بحديث الأولادة ولا لأ؟ ممكن ممكن بتحصل يعني طيب مش مش مشهورة بس ممكن طيب دايما في الصفرة الفيسيولوجية في بعض الدكاترة أو أغلب الدكاترة تقول رضعي كتير 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 رضع بالتعالج وفي ناس تقولك لأ أنت نوع اللبن بتاعك بيزود الصفرة هل الكلام ده صح ولا ضلط؟ كده أخدت البكاريوس خلاص طيب نقول السؤال الأولاني هو الصفرة الفيسيولوجية مش يعني مش بنقول إن هي الأساس بس في حالة الصفرة لا الصفرة الفيسيولوجية دي في منها لو إحنا قلنا تمانين خفوا الوحدهم في حاجة اسمها بريجنالون بريجنال بريجنال دي مادة بتفرس في لبن الأم والصفرة دي بتظهر سابع وتامن يوم تمام دي بيسمع كده بالدارج تحسس من اللبن يعني عنده حسية من لبن الأم تعمل له الصفرة تعمل له الصفرة سابعة مش يبقى عنيفة ما بيحتاجش تقول حضانة وبتفضل ترده عايدي ولا بتوقف؟ بالضبط طب الحال حاجة من اتنين يعني أنه يعمل في مدرسة تانية يعني يوقف الرضاعة 48 ساعة هتلاقي الصفرة تهبتت في الأرض ونزدت وشكرة أو وترجع تردع تاني وترجع تردع تاني تمام أو تفضل تردع عادي وهو كده كده هتنزل تاخد وقت طويل شوية وتنزل خالص مفهاش حاجة عاصمي بتبقاش ما هو أنت يخوفك من الصفرة في إيه أنه يوصل لخلايا معينة في المخ بسمية البيزة الجنج حاجة في أسفل المخ لو وصلت شكرا ملهاش حلول طب إحنا عشان كده بنقول يا جماعة خليبا مفيش علاج لكن المتابعة مهمة جدا لأنه لما قولك عايز حضانة يبقى لازم يدخل حضانة مش عايز حضانة يبقى خلاص مش محتاج لأنه ده لو وصل يا محلات جاءت لنا 29 و30 لا ده صفرة بعادية خلاص ده وجاي بتشنك ده حاجة اسمه كيرنيكتس وصل لمراكز حساسة في المخ بدأتشنك ده خلاص مفيش حلول هو مش خطر على حياته لكن خلاص بوز جزء من المخ هيبقى فيه إعاقة هيبقى فيه إعاقة سلم يا رب سلم يا رب فهيبقى نخلي بالنا آه نخلي بالنا آه في صفرة معظمها كلام فاضي لكن نخلي بالنا أنه الصفرة ممكن تبقى فعلا بنسميها زي بريست ملك جونس حنسميها زي حسية من لبن الأم دي نقطة من الحاجات المهمة نعم نردع كتير آخر معلومة نردع كتير آه هتردع كتير هتبرز كتير هتنزل الصفرة أسرع تمام ترجمة نانسي قنقر